رحمن الرحيم القيمة القصوى أولاً قبل ما ندخل على نظرية القيمة الوسطى نعرف بس مفهوم مهم جداً وهو ما يسمى النقاط الحرجة النقاط الحرجة ما هي النقاط الحرجة؟ النقطة الحرجة لأي دالة هي النقطة التي تكون عندها مشتقة الدالة إما تساوي صفر أو غير موجودة نشتق الدالة ثم نساويها بالصفر مطلع أصفار المشتقة هذه القيمة تسمى نقاط حرجة النقطة الحرجة قد تشير إلى وجود نقطة قيمة أظمى أو صغرى للدالة وتحدث عندما يكون ميل مماس منحنى الدالة إما أنه يساوي الصفر أو أنه غير موجود نص النظرية إذا كانت fx دالة متصلة وهذا شرط مهم جداً أن تكون الدالة متصلة إذا كانت الدالة متصلة على الفترة على الفترة المغلقة من a إلى b فإن لها قيمة عظمى وقيمة صغرى على الفترة a b أين توجد هذه القيم العظمى أو الصغرى؟ توجد إما عند أحد طرفي الفترة أو عند أحد أو إحدى النقاط الحرجة هذا مثال بسيط على دالة متصلة طرفي الفترة من a إلى b أوجدنا النقاط الحرجة وأوجدنا طرفي الدالة أو وضناها في المشتقة أصغر قيمة هي القيمة الصغرى وأكبر قيمة هي القيمة العظمى وهذا مثال آخر على دالة متصلة من الفترة a الفترة المغلقة من a إلى b يوجد لها نقطة صغرى هنا ونقطة عظمى هنا عند نقطتين حرجتين وليست عند أطراف الفترة وعكس المثال الأول فكانت القيمة العظمى عندها أحد طرفي الفترة هذا مثال بسيط هذا مثال بسيط الدالة ht تساوي سالب 1 على 3 t تكعيب زائد 4 t تربيع زائد 11 على 3 تمثل ارتفاع إبراهيم بالأقدام في أثناء ركوبه لعبة أو لعبة الأثوانية حيث t الزمن بالثواني في الفترة الزمنية من 1 إلى 12 أي من الثانية الأولى إلى الثانية 12 أوجد أقصى وأدنى ارتفاع يبلغه إبراهيم الحل هنا مكون من ثلاث خطوات من ثلاث خطوات أول خطوة إيجاد مشتقة الدال يجب علينا في البداية أن نوجد مشتقة الدال إذن نوجد في بداية الأمر h't تساوي الدالة لدينا كثيرة حدود وبالتالي فهي دالة متصلة ينطبق عليها الشرط ولدينا فترة مغلقة هنا هذه كامل شروط نظرية القيمة أو القيم القصوى الأس هنا ثلاثة يضرب في المعامل سالب واحد على ثلاثة فيكون الناتج سالب واحد مضروبا في T أس ثلاثة تصبح أس ثلاثة بعدما طرحنا من الأس واحد زائد الأس ثلاثة يضرب في الأربعة ثمانية T أس ثلاثة ناقص واحد يتبقى لدينا واحد هنا أوجدنا مشتقة هذه الدالة 11 على ثلاثة عدد ثابت ومشتقته تساوي صفر إذن هذه الخطوة رقم واحد وهي إيجاد مشتقة الدالة مشتقة الدالة الخطوة الأولى كما رأينا في الأعلى نضرب الأس في المعامل ونطرح من الأس واحد في الخطواتين وهنا بعد التبسيط يساوي سالب ت تربيع زائد ثمانية ت الآن نوجد الخطوة الثانية بعد أن أوجدنا مشتقة الدالة وهي سالب بعد أن أوجدنا مشتقة الدالة نوجد الخطوة الثانية وهي إيجاد النقاط الحرجة نساوي المشتقة بالصفر المشتقة كما رأينا قبل قليل هي سالب ت تربيع زائد ثمانية ت تساوي صفر معادلة من الدرجة الثانية فيها حدين تساوي صفر كيف نوجد حلها؟ طبعاً كل معادلة لها طريقة في الحل إما أن تكون معادلة درجة أولى أو معادلة درجة ثانية فيها حدين أو معادلة درجة ثالثة ثلاثة حدود وهكذا في هذه الحالة يوجد لدينا حدين فيهم عامل مشترك وهو ت أو سالب ت فبالإمكان سحب سالب ت عامل مشترك من الحد الأول يتبقى لدينا ت وللتأكد سالب ت في ت سالب ت تربيع ناقص ثمانية سالب ت في سالب ثمانية موجب ثمانية ت إذن العامل المشترك لدي صحيح حدين مضروبين في بعضهما والناتج يساوي صفر إذا كان لدي حدين L في M يساوي صفر إذن L يساوي صفر أو M يساوي صفر إذن إما الأول يساوي صفر أو الثاني يساوي صفر أول يساوي صفر سالب ت يساوي صفر يعني أن الت تساوي صفر ت ناقص ثمانية يساوي صفر يعني أن الت تساوي ثمانية إذن أنا لدي قيمتين لدي الصفر ولدي الثمانية الفترة المغلقة المعطاهة من 1 إلى 12 الصفر والثمانية كلاهما نقاط حرجة ولكن ما يهمني في النقاط الحرجة هو ما يقع داخل هذه الفترة هو الذي تنطبق عليه نظرية القيم القصوى بالتالي هذه صفر لا تنتمي إلى الفترة من 1 إلى 12 فهي مستبعدة بينما ت تساوي ثمانية تنتمي إلى الفترة من 1 إلى 12 إذن أنا لدي ثلاث قيم أصبح لدي ثلاث قيم أصبح لدي نقطة حرجة هنا وأصبح لدي طرف الفترة الأول 1 وطرف الفترة الثاني 12 هنا الخطوة مساواة المشتقة بالصفر وإيجاد أصفار الدالة إذن أنا لدي ت تساوي ثمانية ولدي ت تساوي صفر وبما أن ت تساوي صفر لا تقع من ضمن هذه الفترة فإن للدالة نقطة حرجة يعني نقطة حرجة واحدة واقع داخل هذه الفترة ننتقل إلى الخطوة الثالثة بعد أن أوجدنا بعد أن أوجدنا نقطة حرجة واحدة واقع داخل هذه الفترة وهي النقطة ثمانية إذن أنا لدي نقطة حرجة واحدة هي ت تساوي ثمانية مع طرفين الفترة واحد والاثناش فالخطوة رقم ثلاثة نوجد H للواحد ونوجد H للثمانية ونوجد H للاثناش الواحد طرف للفترة واثناش طرف آخر للفترة والثمانية نقطة حرجة النظرية ببساطة ماذا تقول؟ تقول أن طرفي الفترة والنقاط الحرجة الواقعة داخل هذه الفترة تحتوي على القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة إذن الخطوة الثالثة إيجاد قيمة الـ H لكل من الواحد والثمانية والاثناش بالتعويض في الدالة الأصلية معوض في الدالة الأصلية الأولى تصبح سالب واحد على ثلاثة في واحد تكعيب زائد أربعة في واحد تربيع زائد دعش على ثلاثة والـ H تساوي ثمانية سالب واحد على ثلاثة ثمانية تكعيب زائد أربعة في ثمانية تربيع زائد 11 على ثلاثة و 12 سالب واحد على ثلاثة 12 أس ثلاثة زائد أربعة مضروبة في 12 تربيع زائد 11 على ثلاثة نوجد كل واحدة من هذه القيم فأكبر قيمة ستكون هي القيمة العظمى وأصغر قيمة ستكون هي القيمة الصغر هذه نتائج الـ H1 7.33 والـ H8 9.80 والـ H12 3.67 هذه تمثل القيمة العظمى للدالة وهو أقصى ارتفاع يصله إبراهيم في هذه الأفعوانية بينما 3.67 هي القيمة الصغرى لأنها أصغر قيمة 3.67 أصغر قيمة وبالتالي تعتبر هي القيمة الصغرى وهو أقل ارتفاع يصله إبراهيم بهذه اللعبة الأفعوانية هذا تطبيق أول على نظرية القيمة أو القيم العظمى ننتقل إلى تطبيق آخر الآن هذا تمثيل بياني للدالة قبل قليل يوضح أن أقصى ارتفاع يصله إبراهيم عند الثمانية وأقل ارتفاع يصله عند الثناث الدالة HT تساوي 20T تربيع ناقص 160T زائل 33 تمثل ارتفاع سعد بالأقدام في أثناء مشاركته في قفزة البنجي القفز وهو القفز من أماكن مرتفعة بحبل مطاطي موثق القدمين حيث تي الزمن بالثواني في الفترة من صفر إلى ستة وأوجد أقصى وأدنى ارتفاع يبلغه سعد في هذه الفترة الزمنية كما فعلنا قبل قليل لدينا ثلاث خطوات الخطوة الأولى إيجاد المشتقة الخطوة الثانية مساواة المشتقة بالصفر لإيجاد النقاط الحرجة ويجب أن تكون النقاط الحرجة داخل الفترة أي نقطة حرجة خارج هذه الفترة سنستبعدها من عملية التعويض والخطوة الثالثة هي التعويض بطرفي الفترة هو بالنقاط الحرجة الواقعة داخل الفترة أكبر قيمة هي القيمة العظمى وأصغر قيمة هي القيمة الصغرى الآن نوجد هذه الخطوات الخطوة الأولى هي إيجاد قيمة المشتقة إذن H داش T تساوي 2 في 20 أربعين T أس 2 ناقص واحد يتبقى لدينا في الأس واحد ناقص 160 T مشتقتها 160 زائد 330 عدد ثابت مشتقته تساوي صفر إذن هذه هي المشتقة الخطوة الثانية مساوات هذه المشتقة بالصفر تساوي صفر بمعنى 40 T ناقص 160 تساوي صفر سالب 160 إذا انتقلت إلى الطرف الآخر يصبح لدينا 40 T تساوي 160 بقسمة الطرفين على 40 يصبح لدينا T يساوي 160 على 40 يساوي 4 هل الأربعة واقعة داخل الفترة من صفر إلى ستة؟ نعم تنتمي إلى الفترة من صفر إلى ستة إذن لدينا ثلاث نقاط لدينا نقطة حرجة ولدينا طرف أول للفترة ولدينا طرف ثاني للفترة هي التي تحتوي على القيم العظمى والقيم الصغرى لهذه الدالة هذه الخطوة رقم ثلاثة التعويض إيجاد H صفر بالتعويض في جميع قيم T بالعدد صفر فيصبح لدينا 20 في صفر تربيع ناقص 160 مضروبة في الصفر زائد 330 330 في نهاية الأمر هذه ستصبح حد صفري وهذا حد صفري فيتبقى لدينا 330 إذن الناتج 300 هو 30 H نقطة الحرجة أربعة نعوذ بالنقطة أربعة فيصبح لدينا الناتج ماذا يساوي؟ يساوي 20 في أربعة تربيع ناقص 160 مضروبة في الأربعة زائد 330 مئة وثلاثين ولدينا أيضا ال H ستة طرف الآخر للفترة ماذا يساوي؟ يساوي 20 في 6 تربيع ناقص 160 في 6 زائد 330 باستخدام الآلة الحاسبة يمكننا أن نتوصل إلى حل هذه القيم عند أربعة القيمة تساوي قيمة الدالة عند الأربعة تساوي عشرة وقيمة الدالة عند الستة تساوي تسعين إذن أكبر قيمة لدينا هي 330 عند الصفر هذه تمثل القيمة العظمى هذه تمثل القيمة العظمى 330 وتحققت عند العدد صفر أحد أطراف الفترة والقيمة الصغرى هي عشرة وتحققت عند الأربعة وهي نقطة حارجة إذن أقصى ارتفاع يصله سعد بالأقدام في هذه اللعبة سيكون 330 قدما لأن البعد هنا بالأقدام وأقل ارتفاع يصل إليه سعد سيكون عشرة أقدام سيكون عشرة أقدام تحقق عند النقطة الحارجة أربعة هذا تطبيق آخر على نظرية القيمة القصوى هذه واحدة من أهم تطبيقات المشتقات ولدينا أيضا تطبيقات أخرى وهي ميل مماس منحنى دالة سبق لنا في الدرس الماضي قبل أن نصل إلى إيجاد المشتقات باستخدام قواعد الاشتقاق أن حسبنا ميل مماس منحنى دالة باستخدام النهايات باستخدام النهايات والمقصود بميل مماس دالة هذه لدينا دالة منحنى دالة إذا أردنا حساب ميل المماس عند النقطة X وFX عند هذه النقطة كل المطلوب مننا هو إيجاد نقطة أخرى ثم استخدام قانون الميل وهو فرق القيم على محور Y نطروحا منها فرق القيم على محور X أي FX زائد H ناقص FX على X زائد H ناقص X ثم أوجدنا نهاية هذا المقدار عندما H تقترب من الصفر فوجدنا أننا نحصل على ميل مماس منحنى الدالة وهو ما يسمى بالمشتقة ولكن سنستخدم الآن قواعد الاشتقاق في حساب ميل مماس منحنى هذه الدواء أوجد ميل مماس منحنى كل دالة مما يأتي عند النقاط المعطى بكل بساطة سوف نستخدم الآن المشتقات بهذه الصورة Y' يساوي لهذه الدالة X تربيع تصبح 2X بعد أن ضربنا الثنين في المعامل وطرحنا من الأس واحد ناقص 5X واشتقتها 5 نوجد ميل المماس عند النقطة 1 و4 بالتأويض عن قيمة X تساوي 1 إذن عند النقطة 1 وسالب 4 الميل ماذا يساوي؟ ميل المماس يساوي 2 في 1 وهي قيمة X ناقص 5 ويساوي 2 في 1 ب2 ناقص 5 يساوي سالب 3 مثال آخر عند نقطة أخرى وهي 5 هو 0 الميل في هذه الحالة ماذا يساوي؟ يساوي قيمة المشتقة عند العدد 5 وهو قيمة X فنعوض الـ X بـ 5، 2 في 5، 10، 10 مطروحا منها 5 يساوي 5 هذا مثال على إيجاد ميل المماس منحنة دالة باستخدام المشتقات مثال آخر Y يساوي 3 على X نوجد المشتقة الآن نوجد المشتقة Y' أو Y' يساوي طبعاً الـ Y تساوي إذا رفعنا X1 إلى البس تصبح 3 X1 سالب 1 الـ Y' يساوي سالب 3 بعد أن نضرب الأس في المعامل سالب 3 X1 سالب 1 سالب 1 فتصبح لدينا سالب 3 X أس سالب 2 وإذا عادنا X أس سالب 2 إلى المقام تصبح سالب 3 على X هذه قيمة المشتقة نوجد الآن الميل عند النقطة الأولى المعطاة لنا وهي 1 و 3 عند 1 و 3 الميل ماذا يساوي؟ يساوي التأويض قيمة X بالأدد 1 فيساوي M في هذه الحالة ماذا يساوي؟ يساوي سالب 3 على 1 تربيع ويساوي سالب 3 الميل عند النقطة 3 هو 1 القيمة X في هذه الحالة كم تساوي؟ تساوي 3 إذن M ماذا يساوي؟ يساوي سالب 3 على 3 تربيع ويساوي سالب 3 على 9 وبالتبسيط يساوي سالب 1 على 3 مثال أخير سريع مثال أخير سريع مثال أخير سريع أو جدمي المماس منحنى دالة عند أي نقطة عليه هنا لم يحدد نقطة معينة إنما قال عند أي نقطة عليه عند أي نقطة عليه المقصود فيها إيجاد قيمة المشتقة ونكتفي بها فقط إذن هنا الميل الميل ماذا يساوي في هذه الحالة؟ يساوي Y ويساوي 2 في سالب 1 سالب 2 X أس 1 زائد 4X مشتقتها ماذا تساوي؟ تساوي 4 هذا هو ميل مماس منحذة لعند أي نقطة عليه هذا تطبيق آخر على المشتقات إن شاء الله تعالى نكون قد وفقنا في استعراض بعضا من أهم تطبيقات المشتقات إلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته